ترجمة نانسي قنقر تعرض اللاعب لإصابة بالغضروف الهلال الداخلي وأجرى منظار للركبة اليسرى وتأكد غياب بن جمين بوتنج عن مباراة سموحة في افتتاح مسابقة الدور العام للموسم الجديد 2021-2022 وحرص محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الاطمئنان على اللاعب عقب إصابته المهاجم الغاني من جمين بوتنج صاحب الواحد وعشرين عام المنضم للاتحاد السكندري هذا الموسم بعقض يمتد ثلاث سنوات يلعب في خط الهجوم الأمامي في مركز المهاجم الصريح والجناح الأجسر وقدم مستوى مميز خلال المباراة الودية الأخيرة التي خاضها زعيم الصاغر ويعتبر بوتنج أبرز التدعمات التي نجح الاتحاد في ضمها هذا الموسم والمهاجم الغاني بنجامين بوتنج قادما من نادي المينة شاركس الغاني ترجمة نانسي قنقر